يوم الدين هذه الآية هي في فرض الزكاة والصدقة هنا المقصود بها الزكاة المفروضة والزكاة ركن من أركان الإسلام وهي حق واجب في المال والمال يختلف من الناس من يكون ماله ذهب وفضة ومن الناس من يكون ماله نقود ومن الناس من يكون ماله بهيمة الأنعام ومن الناس من يكون ماله الخارج من الأرض التي هي الزروع والثمار وهكذا فرب العالمين فرض في الأموال خذ من أموالهم خذ من أموال يا محمد فولي الأمر يطلب من الناس أن يؤدوا الزكاة ويحاسبهم عليها إذا امتنعوا خذ من أموالهم صدقة وش فائدة هذه الصدقة؟ تطهير تطهيرهم أنفسهم وأموالهم فالزكاة أول شيء إنها صدقة تدل على صدق الدافعها صدق إيمانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان دليل على أن الإنسان يعني مؤمن صادق الإيمان يخرج لله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها تطهر أبدانهم وقلوبهم وتطهر أيضا أموالهم وتزكيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وظائفه أنه يزكي الأمة ويعلمهم الكتاب والحكمة فتزكي هذه من أسبابها هذا المال الذي يدفعه الإنسان فإنه يكون سببا في زكاة وصل عليهم ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم سكينة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الناس بالزكاة يدعو لهم فيحصل لهم بدعاءه صلى الله عليه وسلم الشكينة ولما جاء آل أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم وصل على آل أبي أوفى فدعا لهم صلى الله عليه وسلم والصلاة هنا هي الدعاء نعم أحسن الله وليكم وعثابكم